اشتركوا في القناة ونكون جميعا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا ونكون جميعا ممن قام ليالي رمضان ايمانا واحتسابا حتى يعتق الله تعالى رقابان من النيران ان شاء الله ونكون ممن يلتمس ليلة القدر التي انزل الله تعالى فيها القرآن على خير رسل الله على سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم المواجزة الخالدة التي تحدى بها رسلنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يخرى ولا يكتب تحدى بالقرآن العرب وهم اهل فصاحة واهل بيان فعجزوا ان يأتوا بمثل اقصر صورة منه القرآن الكريم طالما اننا نقول انه المنهج نعم انه المنهج الذي ينبغي ان نسير عليه وبعض الدول او كثير من الدول الآن تعد لها دستورا الدستور الذي تسير عليه الدولة نعم نظام الدولة ملكي او رئاسي او جمهوري او ما الى ذلك ما نظام الانظمة في الوزارات او في المجالسة الشعبية او ما الى ذلك الدستور ده مواد بفصية جدا ومواد هي الحاكمة على نظام الدول والمسلمون جميعا والحمد لله يأخذون دساترهم من القرآن الكريم يأخذون دساترهم من القرآن الكريم لان القرآن الكريم هو الذي انزل الله تعالى يعني كتابا خاتما للكتب السماوية السادق فالقرآن الكريم يعني يأخذ بيد المسلم الى طريق النجاة يأخذ بأيدينا الى طريق النجاة طريق النجاة المسلم في حياته يعلم انه مستخلف في هذه الارض يعلم ان رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا الا بيانه لنا بيان القرآن الكريم ان هذه الحياة لن يتركنا الشيطان وعن عزه الله ان الشيطان يقري من الدم يقري من ابن ادم يعني ما قرى الدم في العرق الشيطان يوسوس يزين يغوي لأقودن لهم صراطك المستقي بعد ان طلب ان يوهله الله تعالى الى يوم الدين بعد ان ترد من الجنة فطلب من الله تعالى ان يبقيه الى يوم الدين فاعطاه الله تعالى هذه الفرصة وتوعدنا بان يغوينا ثم لآتي انهم من بين ايديهم ومن قلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجدوا اكثرهم شاكرين ده الشيطان اخذ العهد اخذ عهدا على نفسه ان يضل بني ادم الا المخلصين فالمخاطر المخاطر التي تنتاب البشر التي ينبغي على المسلم ان يكتازها وان يعبرها بسلام لان الشيطان هو العدو الذي يوسس لنا حينما ننظر في ديارنا في دولنا في الاماكن التي نحياها نرى اناسا يعني قد ارتكبوا جرائم نقول كيف يصنع فلان هذا كيف يعني يضرب اخاه او اخته او زوجاته او 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 يسب فلانا او يغتاب فلانا او ونجد قتلا او سرقة او قسفا الى اخر هذه الجرائم قاذرات معاصي نهى الله تعالى عنها ونهى السنة الشريفة عنها ولكن نعلم اننا بشر وينسى الانسان احيانا تزل قدمه النفس الامارة بالسوء انظر الى قول الله تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجرها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان الله المولى صلى الله عليه وسلم تعالى يشعرنا بان هناك نفس تتددنا وليعاجب الله يأكل من حرام يرتكب الفواحش يطعم اولادهم من حرام ولا يبال يعني هذه النفس الى هذه الحد موجودة يعني ترك العنان لنفسه ولكن هناك النفس المطمئنة التي تعلم ان الله تعالى رقيب وان الله معها وان الله مطلع عليها كما رأينا يوسف عليه السلام معاذ الله يعني المرأة العزيز غلقت الابواب وتزينت وقالت هيت لك هيأت نفسي لك هيت لك في بعض القرآات وهو عبد مملوك يؤمر فيطاع انما يعلمنا القرآن يعلمنا يوسف عليه السلام يعلمنا رسول الله يعلمنا ان النفس قد تسمو بصاحبها لا يغيب الشرع عنها لا تغيب الرقابة الالهية عنها وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوة ثلاثة ان لهو رابعهم ولا خمسة ان لهو سالسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر ان لهو معهم اينما كان فهذا يدل على ان المقاطر كثيرة كثيرة رجل يقتل اخاه قد يكون وقد رأينا وقد رأينا في العهد الاول للانسان رأينا قابيل قتل اخاه هابيل سبحان الله يعني هذا يعني الفطرة المجتمع الاول يحقد على اخيه لان الله تعالى تقبل قربانا ويطلو عليه ناب ابن آدم بالحق اتقرم قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من اخ قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لان بسطة الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يديا اليك لأقتلني اني اخاف الله رب العالمين هذا يدل على ماسه يدل على ان مقاطر موجودة من اول البشرية ونجد احد الولادين لأبين آدم اقدم وطوعت لها نفسه انظر الى القرآن يبين ايضا ان نفسه موجوده النفس الامارة بالسوء فطوعت له نفسه قتل اخي النفس موجودة قد تتردى الى فطوعت له نفسه قتل فقتله فاصبح بالايه بالخاسر انظر الى التشريع الثاني في الآيات الكريمة فبعث الله غرابا يبحث في الارض يريه كيف يواري سوء اخيه لانه بعد ان قتل اخاه ندم وماذا يصنع باخيه هل تأكله يتركه تأكله السباع ماذا فبعث الله غرابا يبحث في الارض يريه كيف يواري سوء اخيه قال يا ولت اعجزت ان اكون مثل هذا الوراب فأواري سوء اخيه فاصبح من النبي فالقبر دفن الانسان الميت تكريم للانسان تكريم لنا ثم اماته فاقبره الله تعالى خلقنا من الطراب ونعود الى الطراب منها خلقناكم وفيها نعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم طرطا والله انبتكم من الارض نبات ثم يعدكم فيها ويخرجكم اخراج البعث فالمخاطر تتنوع تتنوع قد تكون ولا يجب الله بالاعتداء على الاخرين بقتل النفس كيف اعتدي على على الاخرين بقتلهم الله تعالى حرم قتل النفس الشرائع السماوية كلها اتفقت على تحريم قتل الادمين من الرب الله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي يتوفاه الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسكه التي قضى عليها الموت والرسول الاخرى الى اجل المسمى كيف انا اقتل اقول فلانا هذا ولد كذا يتكب مبقات انا اريحكم منه اقتله لا يمكن يوجد قانون نحكم القانون انما انا اعتدي على انسان بقتله يقول تعالى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا بْتَوْرَاةِ ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص تشريع محكم يقول تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِ الْأَلْبَانِ القصاص من قتل يقتل لو اشترك جماعة مئة في قتل واحد يقتل هذا العدد الذي اشترك بقتل نفس واحد ايان كانت النفس وايان كان القاتل وايان كان العدد سيدنا عمر حينما سيدنا علي كان وليان في اليمن واشترك سبعا في قتل رجل وأرسل إلهي استفتيه فانتمع الصحابة وانتهى القرار والله لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به فالمخاطر كثيرة قد يزين الشيطان لي ارتكاب غش أو ارتكاب رشوة أو ارتكاب قسف أو سب لفلان أو لفلانة أو غيبة أو نميمة أو ما إلى ذلك وأسير مع الشيطان وأتبع الهوى والدنيا وزينتها وأبتعد على المنهج مخاطر يعني أصاب بالإفلاس بعد ذلك مهما تقدمت مهما قدمت من الصيام ومن صلاة ومن زكاة سيدنا الرسول حينما قال للصحابة من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ يعني من المفلس فيكم يعني؟ من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لدرها ما له ولا متاع المفلس لا يوجد عنده أموال عنده يعني الفلس الفلس ده كان عملة من نحاس ومن عنده كمية من الفلس العملة النحاسية لا قيمة لها إنما العبرة بالدنانير والدراهم العملة للدنانير عمرة زهبية والدراهم عملة فضية إنما الفلس داعي عن إيمان لا عبرة به فقال لا بياني سرنا الرسول بيان المفلس من أمتي من يأتي يوم القيمة بأعمال كثير جكاه وصلاه وحج ويأتي وقد ظلم هذا قتل هذا ظلم هذا ارتكب مبقات كثيرة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنت حسناته يعني أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرحى في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ماذا يدل على أننا ينبغي أن نحذر أن نحذر الشهوات أن نحذر يعني ما يغوين الشيطان به وأن نعلم أن الله تعالى على يعني مقربة منا يرانا ويسمعنا ويبصرنا ولينا أن نسعد بهذا خالقي معي أنا أصاحب ربي مطلع علي حينما أقول ربي مطلع علي وأسير مع الله فأنا في غنى عن الشيطان وأنا أرجم الشيطان وأبعد الشيطان عني وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أعوذ بالله أعطصم بالله أعطصم ألود بحمى الله حين إجن ترى أن النصر بالله وأن القوة من الله وأنك منصر إن شاء الله أقول قولي هذا وأسأل الله تعالى المفرطة لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته